يعني الحزب والتنظيم السياسي هذا هوية السلطة موجود من قبل وصوله للسلطة لكن النقابي هذا مهمة ضد لا متمن فهم أخواننا هكذا يذكر زملائه النقابي عثمان كاكو رئيس اتحاد النقابات العمالية بالدور المحوري لأهم كيانات المجتمع المدني ويأتي هذا الظهور المتأخر في فترة حرجة أيقظة النقابات العمالية بعد سباب طويل لتقدم رؤية إنقاذية للحكومة تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطن ورفع المرتبات والأجور بما يجاري حركة الأسعار المرتفعة بشكل جنوني أي عمل سياسي وحزبي داخل الاتحاد وداخل النقابات لا يمكن أن يخدم العمل النقابي لا يستويش أنك تكون أول عاقل أنك مدافع الحق وتكون مهامي للحق هذا هو اللي طالب الحكومة خاصة أن الحكومة الآن تدعم تدعم من دول الخليج ولكن الدعم حقا ما يروح في المكان المناجب القطاع النفطي كان من أبرز محاور هذه الندوة التي ضمت مختلف القطاعات العمالية فتوقف منشأة مصافي عدن وتسريخ شركة بيترو مسيلة للكثير من عمالها يفاقم من الأزمات النفطية ولا موقف من هؤلاء العمال ذوي النقابة الأعرق في الوطن العربي منذ نشوب الحرب الانقلابية على الشرعية والعمال واقفين من مهندسين من صفوة الكوادر المؤهلة التي اشتغلت مع الشركات الأقنبية طالب نحن بالعودة لرفض الدولة قد تكون هذه من أحد الحلول القوية كما نعرف أن بيترو مسيلة تعد 75% من ميزانية الدولة ويبقى دور النقابات العمالية معلقا إلى أن يلمس المواطن أثر تحركاتهم في مختلف المؤسسات التي ينخرها الفساد منذ سنوات وفي الوقت الراهن صار بشكل أكثر وضوحا من ذي قبل آدم الحسامي قناة بالقيس عدن موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة